اهلا ومرحبا بكم عزيزي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث عراقي بعد اكثر من ستة اشهر على تشكيل حكومة محمد الشياع السوداني اللي شكلتها ميليشيات الاطار التنسيقي هذه الميليشيات التي ادعت انها جاءت بشيء جديد والان كل المدح وكل التطبيل لهذه الحكومة محمد الشياع السوداني وانه والكثير الان امام يعني بدأت الصورة تتضح امامه بشكل واضح حمد الشياع السوداني بعد اقرار الموازنة يعني الكل كان يتساءل والان يتساءلون يعني هذه الوعود التي اطلقها اطلق كثير من الوعود هل هي ظاهرة صوتية ام لها نصيب يعني هذه الوعود لها نصيب على ارض الواقع هذا السؤال الذي يطرح نفسه الموازنة عندما تنظر اليها لا تجد فيها ما يدلع على ان هذه الوعود لها نصيب التحقق ابدا نهائيا ومن يتحدث عكس هذا ليخرج ويقول كيف هذا الكلام الوعود سنفعل كذا بعد مدري خمس سنوات لن نعتمد على النفط نعتمد على مواد اخرى على جهات اخرى تمونه الضخب الخزينة موارد النفط ما رح نعتمد عليها رح نبني موارد اخرى هذا الكلام كل غير حقيقي لانه هذا الكلام يحتاج الى اسس على الارض موجودة والناس تشوفها وتلمسها وتتعامل معها وتشتغل بها هذه غير موجودة الموازنة بها تضخم تضخم كبير 153 مليار دولار اكثر من 80% منها هي تشغيلية وليس استثمارية العجز يشكل ثلث هذه الموازنة 49 مليار دولار الحاجة للاقتراض سيضاعف التضخم كل الاقتصاديين يؤكدون انه هناك استمرار على الانفاق العالي مستوات الانفاق العالي تلاحظ التفاصيل الموازنة ستجد انفاقا عاليا بالتشغيلية بالتالي لا وجود الامكانية ان يفعل شيء ويأتي بنتيجة يعني انت ماذا ممكن ان تخرج بماذا انت لديك مورد النفط تأتي الاموال من خلال النفط تقول انت خلال خمس سنوات وخمس سنوات في عمر اي خطة انموية لا تساوي شيء سريعة جدا وتحتاج الى هذه الخطوة الانتقال الى هذه الخطوة تحتاج الى بناء تحتية طيب ما هي البدائل عن النفط انت تفكر وكنا نفكر هناك بدائل بلد مثل العراق يحتاج الى زراعة يحتاج الى صناعة يحتاج الى تجارة يحتاج الى قطع خاص كيف يمكن يعادة الصناعة الى حياته البدء بصناعة جديدة لانه الصناعة القديمة انتهت دمرت المصانع بل جرفت كاملة انه جرفت الزراعة وليس لدينا تجارة نحن بلد مستورد مفتوحة حدودنا وايران تضخ علينا كل البضايع وكل الدنيا تضخ البضايع ونحن نستورد يعني نبيع النفط تأتي الاموال والاموال تروح للفساد والرواتب والناس يجب ان تسعى لان تكون يعني مستهلكة فقط لا تفكر بانتاج شيء لانه حتى الموظفين سبع ملايين اثمان ملايين موظف ماذا ينتجون هذا لا يعني وقلناها اكثر من مرة لا يعني اننا يعني ضد ان يحصل العراقي على وظيفة يحصل على مصدر للرزق مصدر لعيشه بالعكس هو هذا الصحيح يجب ان يحصل العراقي على مصدر رزق ثابت يعينا في حياته يبني مستقبله يبني مجتمعه يبني عائلته يدرس اولاده يلبسهم بزينه يوديهم مدارس جيده يوديهم مستشفيات جيده ينتقلون على شوارع جيده بمواصلات جيده بامن جيده بمناخ جيده هذا كله يأكلون بشكل جيده بكتوب جيده بمناهج جيده هذا كله صحيح وهذا هو هذا اللي نأكد عليه لكن الوضع الحالي غير هذا تماما انتاجية الموظف لا تتجاوز ثمان دقائق طيب وانت تأتي وماكو عوائد وانت تأتي بالاموال اكثر من ثمانين بالمئة الذبهة بالتشغيلية وتروح والتالي تبني الصناعة تحتاج الى بناء تحتية تحتاج الى طرق ومواصلات وإلى مصانع وإلى مكائن وإلى نوعية انتاج معين وإلى قدر على التنافس ودخول الاسواق وقبول الناس بها ونقدر نصدرها وتقدر تجيب لنا موارد وزراعها كذا نحتاج الى نصلح الارض ونصلح المناخ ونعالج كل الثغرات اللي موجودة في المناخ وفي التصحر وفي المياه وهذا كله غير موجود بالقطاع الصناعي القطاع الخاص يجب ان ندعم القطاع الخاص وننطيف رصه ومن اتدخل بي ومن ابتزه ونقمع الميليشيات ومن خليها تدخل ودولار من هربه هذا كله يجب ان يكون فكيف نفعل كل هذا مشاريع استثمارية يجب ان يعني يكون العراق مستقرا وامنا لكي تأتي المشاريع تأتي الشركات العالمية وتستثمر في العراق هذا غير موجود دول التي احتلت العراق الآن بريطانيا وامريكا يعني تنشر اعلانات لمواطنها لا تذهبوا للعراق وفن عليكم العراق مستقر ومخيف فكيف مع رأس المال الجبان هذه هذه الحقيقة الوعود هذه اللي اطلقها يعني اطلقها محمد شيع السوداني مجرد وعود كاذبة مجرد ظاهرة صوتية الحقيقة اضافوا في الموازنة مئات الالاف من الوظائف الى ما هو موجود ما هو موجود من طابور مليوني من الوظائف التي بلا يعني عائد وظائف وكثير منها وظائف فضائية يعني تستفيد منها الميليشيات والاحزاب تأخذ فلوسها فالعراق في هذه الحالة ذاهب الى السقوط الحقيقة هم يدفعونه الى السقوط اما الحديث عن ازدهار وكذبة كبيرة ووعود لن تتحقق واقع الحال يثبت ذلك مو احنا نقول واقع الحال الناس ده شوفوا بعينها هذا الخراب لا يمكن ان ينتج شيئا لا يمكن هذا الوهم هذا الفراغ لا يمكن ان تتشيئا هذه كذبة كبيرة يجب ان يكون هناك شيء على ارض الواقع هذا غير موجود الكل يتقاسم والكل يسرق والكل ينهب والاموال ذاهبة الى بدون رجعة يعني بدون عائد ومن يخسر ومن يدفع الثمن هو شعب العراق هذا واقع الحال اما من يعتقدون او يسمعون كلام هذا وهذا عن انه حكمه جديدة وقادرة وهذا اللعود يمكن ان تحقق عليه ان يحكم عقله ويرى بعينه بشكل واضح وسيرى الحقيقة كاملة اشكركم عزيزي المشاهدين وقت هذه الحلقة قد انتهى اترككم بخير والتقيكم في حلقة اخرى الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم موسيقى